تابع الوحدة السادسة أمثلة على تخصيص التكاليف المعلومات التالية قام مستخرجة من السجلات المحاسبية لشركة أبها خلال عام 1434 حيث A and B Production Departments يعني A والB دول مراكز أو أقسام Departments يعني أقسام وكلمة أقسام تعادل كلمة Centers Departments أو Centers أقسام إنتاج Production Departments لكن X and Y Surface Departments دي مراكز أو أقسام خدمات أقسام خدمات أدي الأي والبي اللي هما Production Departments اللي هما أقسام إنتاج والX والY اللي هما Surface Departments اللي هما أقسام خدمات الـ Overhead Costs اللي هى التكاليف الإضافية أو الغير مباشرة التكاليف الغير مباشرة دي 24,000, 16,000, 9,000, 4,000 Machine Hours اللي هى ساعات دوران الآلات 40,000, 20,000 Direct Labor Hours ساعات العمل المباشر Required المطلوب Allocate the cost of the surface departments to the production departments يعني تخصيص تكلفة أقسام الخدمات على أقسام الإنتاج Using باستخدام The Direct Methods لطريقة التوزيع للمباشرة أو الإنفراضة Where حيث Allocation Basis أساس التخصيص أساس التخصيص For X Department أساس التخصيص المناسب لقسم الخدمة X هو Machine Hours Is Machine Hours ساعات دوران آلات And Allocation Basis For Y Department Is Direct Labor Hours وأساس التخصيص بالنسبة للمركز Y أو القسم Y هو ساعات العمل المباشر Solution الحل أدي Production Departments أقسام الإنتاج اللهم A والB والSurface Departments أقسام الخدمات الخدمات اللي هي X والY ودي Allocation Basis أساس التخصيص أبدأ بال Overhead Costs اللي هي التكليف الإضافية أو الغير مباشرة اللي هي كانت مواطع 24,000 16,000 9,000 4,000 وأبدأ أخصص بطريقة Direct Method الطريقة المباشرة أن أمسك كل مركز خدمة ووزع تكلفته على مراكز الإنتاج فقط يعني التسعة تلاف تتحط بين قصين عشان تتوزع على A و B فقط وما تروحش المين لل Y لأنه بإيه Direct Method طريقة مباشرة المنفراضي طب التسعة تلاف دي أنسب أساس للتوزيع هو كان محدد Machine Hours ساعات دوران الآلاد طب نصيب A خد 6,000 و B خد 3,000 إزاي تحسبت نشوفها في الحل The Distribution of Cost X Department توزيع Distribution التوزيع تكلفة قسم X اللي هما التسعة تلاف لتوزع إزاي أجيب Allocation Basis أساس التخصيص أساس التخصيص كان محدده Machine Hours ساعات دوران كانت معطى باربعين ألف وعشرين ألف لأقسام الإنتاج أجمعهم كانت مجموحها 60 ألف Machine Hours أبدأ بعد كده Cost Per Hour تكلفة الساعة أقسمت 9000 على مجموح الساعات 60 ألف تطلع 15% لكل ساعة طب إيه دي بارتمنت ياخد كام بقى كانت ساعاته 40 ألف 15% تطلع 6000 طب البي دي بارتمنت ياخد كام ساعاته كانت 20 ألف ساعة والساعة بـ 15% تطلع 3000 يبقى دي 6000 ودي 3000 لو رجعنا للجدول يبقى دي 9000 الـ A خد 6000 والـ B خد 3000 بنفس الطريقة نيجي على الـ 4000 بتاعة الـ Y حطها بين كسير عشان نوزحها من Cost Allocation Y نوزحها ازاي أساسي التوزيع Direct Labor Hours الـ 4000 A خد 2400 وB خد 1600 تاب الأرقام دي اتحسبت ازاي نشوف اتحسبت ازاي The Distribution of Cost Y Department اللي هي كانت الـ 4000 توزيحها يتم كالآتي نحدد الـ Allocation Basis أساسي التوزيع كانت Direct Labor Hours كان مجموحهم معطى 30 ألف زائد 20 ألف مجموحهم 50 ألف دي Direct Labor Hours الـ Cost Per Hour تكلفة الساعة حاسي من الـ 4000 على الـ 5000 ألف 4000 ريال على الـ 5000 ألف ساعة تطلع 8 من 100 S-E-R اللي هي ريال سعودي والشرطة المالة دي اللي هي بواي يعني لكل Direct Labor Hour لكل دوء ساعة عمل مباشر طب الـ Ed بارتمنت ياخد كام كان ساعته 30 ألف في 8 من 100 2400 S-E-R الـ Departement B كان 20 ألف ساعة في 8 من 100 1600 بعد كده ناخد الأرقام نخطها في الجدول يبدأ الـ 4000 نصيب الـ A 2400 والـ B 1600 كده خلاص الـ 9000 توزعت يبقىش في حاجة الـ 4000 توزعت نبدأ نجمع اللي تجمع في الـ Departement A تجمع في 32400 والـ B تجمع في 20600 تجمع